النهاردة هو اليوم الأول لبدء العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 23 ولائحة التنفيذية طبعاً فيه ناس كتير جداً عايزة تسأل وعايزة تعرف إيه هي الإجراءات المطلوبة للتقدم لها تصالح في مخالفات البناء الشروط اللي وضعها القانون والفترة كمان المتاحة لتقديم الطلبات النهاردة هنتعرف على كل التفاصيل دي من ضفنة الدكتور متحة الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة صباح الخير على الحركة الدكتور صباح النور أستاذ ملنا صباح الخير أستاذ محمد أهلا بك فان تحياتي واحترام أهلا وسهلا من أورنا يا دكتور أهلا يا فان بداية دكتور لو اتكلمنا عن مميزات القانون الجديد قانون التصالح الجديد إزاي ده ممكن يساهم في ضبط الموضوع ويبقى فيه نوع من أنواع الضبط لمنظومة العمران والبناء في المحافظات ده تتواكب مع التطوير اللي بيحصل في المحافظات المختلفة بعد تكرار التحية لحضراتكم والأهل مزبيروا جميعا أخذ من حضرتك الضبط لبز الضبط ده يا أستاذ ملنا هو ما أرادته الحكومة الحكومة لم تشرع في اتخاذ هذه القوانين والإجراءات تعصفا مع المواطن أو عقاب له أو جباية أو ما إلى ذلك لكن أعقاب أزمة 2011 وما أفرزتها من أزمات متعددة ومتتالية كانت أزمة العقارات وبالحق كان يجب على الحكومة أن تتصدل هي بعد هذه القوانين وبعد الرؤية الواضحة للحكومة وبعد المرونة يا أستاذ محمد اللي ظهرت واضحة في تعامل الحكومة مع الأحداث بعد قانون 17 لسنة 19 النهاردة بنتكلم 187 لـ 2023 خمس سنوات تخلى لهم تعديلات وتخلى لهم مقترحات وتخلى لهم تنفيذيات وتخلى لهم تكفيف وتخلى لهم تدخل من القيادة السياسية من سيادة الرئيس لرفاقه لدولة رئيس مجلس الوزراء للتنمية المحلية أفرع كثيرة وعديدة تدخلت في هذا الموضوع لكن الضبط كان ضروري والمواطن كان لازم يعود إلى بعض المواطنين لن أعممها على المواطن بصفة عامة بعض المواطنين يا أستاذ مرنا كان لازم يعودوا إلى سياق القانون البعض تجاوز إلى حد لا يقبل ومع هذا تجد في القانون الحالي أن في حالة وجود مخالفات يصعب إزالتها ويصعب التغادي عنها أيضا وما إلى ذلك ستكون الغرامة مضعفة ثلاثة أمثال حصل تخفيض من المزايا لسعر المتر اللي سيفرض في حالة التصالح وما إلى ذلك تبسيط في الإجراءات يعني يمكن وأنا بحضر للحلقة لقيت أن دولة رئيس مجلس الوزراء بالسادة المستشارين بالوزارة التنمية المحلية وبالمناسبة في صدر الليئحة التنفيذية لما تقرى حضرتك يا محمد بي تلاقي العديد من الجهات بعد الاطلاع على قانون الزراعة وقانون المحليات وقانون الأصار وقانون البترول والصروة المعدنية قوانين عدة وتعددة تم الاطلاع عليها لكي يوافق إصدار القانون الحالي ولائحة التنفيذية اللي صدرت في 25 رمضان 1445 الموافق لخمسة إبريل والليحة التنفيذية فور صدرها أستاذا منا لم تطبق من اليوم التالي وفقا للأعراف المتابعة لها بل أتيح لها مدة شهر عشان كده إحنا أول يوم عمل بعد الأجازة حضرتك بديت بأنها بدأت طيب جميل جدا لما بنتكلم عن مرونة الدولة في التعامل مع هذا الملف أعتقد ده واضح من خلال التعديل اللي تم قانون 17 لسنة 19 ليه قانون 17 ويني سنة 23 إيه هي بعض الإجراءة طبعا مش تقدر نتكلم عنها كلها أكيد عشان الوقت إيه بعض الأمور اللي تم تعديلها في هذا القانون أولا تخفيض قيمة الرسوم الممنوحة المفروضة على تخفيض قيمة الرسوم كذلك يتم تقديم الأوراق المتمثلة في البطاقة الشخصية والملكية وسور من الرسومات المدنية والإنشائية لهذا الأمر وتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين كمان النقطة الأخرى في محافظة محافظة القاهرة 37 مركز تكنولوجي حيتولى استلامه متابعة هذه الإجراءات وما إلى ذلك على مستوى الجمهورية أعتقد أنه عندنا 341 مركز تكنولوجي حيتابع في نفس هذه العملية وإشراف المحافظات والسدى المحافظين ونوابهم وما إلى ذلك كذلك في نقطة مهمة أوي أن من سبق له سداد القيام سداد قيم في السابق وما إلى ذلك وما زالت لديه المهلة ولم يتجاوزها لن يحصل منه رسوم جديدة وده بيأكد أن هي المسألة مش مسألة عقاب المسألة مسألة تنظيم ومش مسألة جباية زي ما بيظن بعض الذين أوسعون غمزا وهمزا ولمزا فيما يخص هذا القانون وبالمناسبة أسد زبنا الكرام كأكاديم متخصص وإدارة وسياسة وتنمية مستدامة ما يحدث هو بحق هو ربط العلم بالعمل نحن نسعى إلى مصرنا الجديدة هناك كود عمراني مصر بتنشده منذ فترات طويلة خلال العقد الماضي وما إلى ذلك لن نستطيع تحديده وإحداثه بعد بناقشات كثير قوي مع السادة المهندسين والمختصين في هذا الأمر ألا بالضبط الحقيقي لهذا وأنا بقول لمواطننا المصري إن هذه فرصة هذه المولونة التي أبدتها حكومتنا للتصالح القانون حتى إيه أستاذ مننا ملقب بقانون التصالح وهنا في مخلفة لا ننكرها ولا الحكومة بل ولا المواطن ينكرها وما إلى ذلك وأظن أن في 15 أكتوبر 2023 حصل المسح الفضائي عبر الطائرات أو ما إلى ذلك لتثبيت الصورة الحالية لأن القانون يبدأ يتحدثوا أنه فعلا وتدخلت القيادة السياسية العليا وما إلى ذلك لتبسيط الأمور على المواطن ورفع الكثير من كهل ولعلكم تذكرون حينما قاب السيد رئيس الجمهورية بالزيارة الكيلو أربعة ونص والمساء والمخالفات أنا استغربت جدا وكنت سعيد جدا بهذا اللقاء كوكبة من القادة وبيتقدمهم السيد الرئيس وكانت المناقشة في إزاي نفتح الشوارع ونكبرها عشان الإسعاف عشان الحرائط لقدر الله عشان عشان الصرف الصحي عشان توصيلات المياه والغاز وتعويد الناس اللي حنتطر أن نزيل للمنفعة العامة بأمثلها وأفضل منها وما إلى ذلك إذن الحلول هو مبدأ للحكومة المصرية ويمكن ده بيسعدني كمواطن مصري قبل أكون أكاديم ومتخصص أني أجد الحكمة الحكمة مهمة أوي مهمة أوي من القيادات وما إلى ذلك في هذا الشأن حارتك كلمت عن عدد من المراكز التكنولوجية اللي حتكون مستعدة لاستقبال الطلبات ده ما يخلناش نقوله نحن محتاجين أبليكيشن كمان ممكن تيسر على الناس أكتر لتلقي الطلبات لإتمام الدفع من خلالها أعتقد ده ممكن يساعد عدد كبير أنه يكون أكثر التزاما خوفا من أنه يقف طوابير أو يتعطل أو الالتزام الجميع بأشغالهم مثلا أعتقد أبليكيشن ممكن تيسر كتير بالفعل هناك حاجة لهذا وشرعه بالفعل في تنفيذه وسيبدأ مع هذا القانون التفاعل معه بمتال جديد مصر الرقمية لا أتصورها بدون هذا الأبليكيشن خاصة أن المشكلة ما هي مشكلة فردية دي مشكلة موجودة في الأراضي الزراعية وفي الصحراوية وفي منتجعات وفي الكنبات الخاصة وفي الأحياء الشعبية أيضا وما إلى ذلك يمكن ابتدت تكون فيه تبسطات وفيه توعية وفيه برامج محترمة زي حضراتكم بتصبحوا على المواطن بأخبار جيدة في هذا الشأن ونوضح له إيه المطلوب منه ومن مستدداته دليل طيب بما أننا بنوضح للمواطن لو أنا مثلا عندي مخالفة أعمل إيه؟ أولا هل كل المخالفات بيتم التصالح بشأنها؟ دي نقطة وفي نفس الوقت لو أنا عندي مخالفة من المخالفات اللي بيتم التصالح بشأنها أعمل إيه؟ أتوجه لفين بالضبط؟ إيه الأوراق المطلوب؟ حتى هذه اللحظة التوجه للمراكز التكنولوجية التابعة للأحياء تمام في محافظة كل محافظة من 27 محافظة موجود فيها الإجمالي 341 على ما أظن مركز تكنولوجي في محافظة زي محافظة القاهرة نظرا للسعة وما إلى ذلك 37 الأسكندرية الشرقية المحافظات الكبيرة السعة فيها مراكز وما إلى ذلك تمام الظريف أنه كل المراكز استعدت لدرجة أن برضو أنا بحطر للحلقة أستاذتنا اكتشفت حاجة غريبة قوي أن في دورات تدريبية قامت بها وزارة التنمية المحلية مع السادة المحافظين أنه هم أرسلوا رؤساء الأحياء ومعاونيهم لتلقي دورة تدريبية في التعامل مع المواطن في إيه المخالفات التي صحنا نقبلها والرسوم والتقديرات ومن سيعفى إذا كان دفع الرسوم من سابقة ومن لا يستحق ومن سيعطى فرصة أخرى لهذا بل بالعكس كمان والدورات دي والاستعداد الاستعداد دي أستاذ محمد لهذه الأمور أمر علمي عملي أمر علمي عملي كي لا يستضب المواطن مع الموظف العام وهنا قضية خطيرة بتقابلنا في التنمية المستدامة بفروحة في الإدارة والسياسة والاقتصاد والبيئة وكل هذه الأمور الموظف العام هو سفير الحكومة تجاه الشعب سفير الحكومة لدى الشعب فالموظف العام لما يكون جاهز مدرب باستوعب للقضية متفاحب لأبعادها لن يتعامل مع المواطن بطريقة قد تكون عكس ما تريده قياداته أو الحكومة ورفاق طيب احنا كلمنا عن ازاي الناس هتتعامل في حالة التصالح وازاي الموظف العام هيتعامل معهم في حالات ممكن تخلي الناس مضايقة في حالات لن يتم فيها التصالح مثلا في حالات يصعب فيها عدم إجراء بقى هذه الإجراءات يعني التعدي على إيه هو اللي ما فيهوش تصالح لغد من الإزالة لأنه بيؤثر على السلم العام وعلى التطوير اللي بيحصل وقد يكون على سلامة الأفراد نعم من مما ذكره ذكره القلول ولائحته التنفيذية أنه هناك مصار للشكاوي بتوصل من رؤساء الأحياء للمحافظين لدولة رئيس مجلس الوزراء أيضا ولجان خاصة هتدرس هذه هذه الشكاوي وهذه وهذه أحيانا كتير قوي بننشد العدالة لكن أحيانا تكون العدالة من وجهة نظري مختلفة عن وجهة نظر المواطن مختلفة عن وجهة نظر الحكومة وما إلى ذلك لكن أنا بتصور ومش بتصور أنا أكاد أكون شبه متأكد حتى هذه اللهزة أن هذه المرونة التي أبدتها حكومتنا وقيادتنا لا هي في صالح في صالح عملية العملية العملية الإنشائية وحرصا على السلامة من ضمن من ضمن لما لما استوعبت القانون أكتر على مدار الخامس سنوات الماضية أني اكتشفت أن فيه أن فيه مواد فعلا هي حرصا على سلامة المواطن بعض المواطنين شالوا أعمدة وحزفوا أعمدة وأضافوا أدوار بابتكارات غير عادية لدرجة أن أحيانا كانوا بيقولوا أحد المقاولين قال لي كلمة كده الخرصانة سرها باتع وليس يطلع كوي كلام كلام يعني ممكن يكون على دعابة لكن هو لا يصلح للحقائق بدليل إنهيار بعض بعض العمارات الضخمة والفقمة في محافظات وما إلى ذلك ومديدة وما إلى ذلك ما أحدث في الأسكندرية ليس ببعيد والآن الأسكندرية كمحافظة بتكافح هذا بشتى الطرق كبير إذن الموضوع كلنا في مركب واحدة يحتاج إلى التعاون كي تستمر المسيرة المسيرة غالبا ما تكون عسيرة في الاقتصاد في السياسة في التعليم في الدنيا المسيرة الخاصة بالبناء مسيرة عسيرة أيضا عشان كده نلمح في سنايا اللائحة التنفيذية أن هناك مدة زمنية للمواطنين للتقدم بهذه الأمور ولكن أنا بنصح المواطن بأنه يبادر 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 هذا حق منح له ويستطيع من خلال القوانين والتشريعات أن يقنن وضعه عشان كده بيطلب منه والله هي الأوراق محصورة في صورة البطاقة الشخصية سند الملكية أو عقد الإيجار أو عقد الإيجار نص على هذا تحديدا عقد الملكية عقد الإيجار لو أنا مستأجر للمكان نعم أتقدم نعم من حقي من حقي أن أنا أتقدم ليه أتقدم لو أنا مستأجر للمكان لفترة محددة أعتقد أن مالك المكان هو المسؤول عن التصالب لكن أنا كمستأجر إذا وقع علي أي ضرار سأخذ أنا أعتقد يا أستاذة مننا دي معمولا أن إحنا عندنا في بلدنا مصرنا الحبيبة ما زال هلالي قوانين الإيجار القديمة سارية والانتداد والمشهرة والتسعة وستين سنة والتسعة وخص الأديم دي أعتبر مالك أصلا الإيجار الأديم دي أعتبر مالك نعم وهم بصدد الحكومة والهيئات التشريعية بصدد بحث قانون الإيجارات القديمة أيضا وما إلزالين إذن في عندنا المؤجر يستطيع أن يقدم على التصالح والمالك يستطيع أن يقدم على التصالح البالك والمؤجر وصاحب حق الاندفاع نقاط عديدة فبالفعل أضفها القانون أرهمس في أذن مواطننا الكريم أن يعجل بهذا الأمر ويستغل هذه الفرصة لتسوية أوضاعه المعيشية له وإذا يتم تحديد سعر المتر في أتصالح هو أكيد مختلف من المراكز للمدن الأقليم القرى أستاذ محمد هو بيبتدي بـ 250 جنيه لـ 5000 جنيه وفقا للتدرج للتدرج يعني اللي في منطقة محدودة وشوارع ضيقة ومساحات معينة وبيتدرج والتدرج لما ينصل لأقصى شيء أنه يكون 5000 جنيه في بعض المنتجعات سواء كانت سكنية أو سياحية بالمناسبة القانون للأماكن السكنية للسياحية للطرفيهية لكافة الأماكن وكافة الإنشاءات حتى للتجامعات السكنية المقلقة أو الكمباون وما إلى ذلك لذلك أنا بتصور أن الرقم مثل خاصة عايزين يكون عندنا فكر أن من يخالف سيغرم من يخالف سيعاقب مفهومنا للمخالفة أنا من الجيل اللي شهد افتتاحيات متر الأنفاء ولما كان فيه أيوة 60 سنة واحد وستين أستاذ متفرق حاليا يعني وكده فشهدت اللي افتتاحة وشهدت الدقة والصرامة في تنفيذ القوانين ما كان يمكن لأحد أن يلقي بأحد المناديل أو أو سيجارته أو إطلاقا لما تيجي ظهرة الفوضى اللي انتشرت أعقاب الأزمات 2011 وكده كنا نشوف المترو وسلالم المترو والدنيا حاجة لا القانون وجد لكي يطبق على الجميع على الجميع القوانين البعض يظن أن القوانين يضعها الساسة لتطبق على العبيد لكن الآن القانون يطبق على الجميع للتزامات في القانون المرور في التعليات في إزالة هو حينما يحذف عمودا من داره هو يتصور أنه يفيد أولاده ورفاقه حيث أن المكان سيقوم يوسع عليهم ولكنه هو يخيلهم إلى جنات النعي ربنا يسلم إن شاء الله كل شكرا لك الدكتور مدحة الصالح أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة نمرتنا وشرفتكم تحياتي واحترام الحضرة شكرا شكرا